نصبح على حضراتكم مرة تانية وبصبح على الإعلامية الكبيرة الصديقة والزميلة العزيزة رئيسة قناة DMC الأستاذة ريهام السهل يا ريهام منورة الدنيا وصباح الورد والفل والجمال عليك مرسي إبراهيم وصباح الفل عليك وعلى كل الناس اللي شايفيننا دلوقتي والعالمين منورة بصباح العالمين أنا على الفكرة مبسوط قوي قوي بالكرير بوث بتاعك ده بقى أونسايد نوت بعيد عن ربنا يا خليك يعني أجل التكلم على العالمين وأنا التكلم على كلام ده كله بس مبسوط جدا بالكرير بوث بتاعك أن أنت إعلامية كبيرة لا ولا كبيرة ولا حاجة عظيم إعلامية كبيرة مقاما ربنا يا خليك يعني طلعتي من التلفزيون المصري وخدتي مشوار كبير ومشوار مختلف وتفاصيل كتيرة وقدمتي كونتنت مختلف حاجات كتيرة جدا وماشاء الله مميزة طول الوقت وعندك احترام ومصداقية يعني وإحساس الناس عندك أو إحساس الناس تجاهك طول الوقت إن فيه احترام ومصداقية عند الرهام السهلي إلى أن تباوقتي منصب رئيسة قناة دي أمسي ربنا يا خليك والله يمرسي فكبير بوث محترم ومشرف الواحد يفتخر بي ويبصد بي بصلاحة يعني بجد أشكرك على كلام الحلو ده ويعني أنا اللي لازم أشكرك ومبسوطة جدا جدا ببرنامج صباح العالمين سواء أنت أو لما يعني عاملين شغل حلو قوي وجوه مصرية مشرقة وحلوة يعني الحقيقة يعني الواحد يبدأ بي كل يوم دي حاجة مفرحة يعني الواحد يشوفك وإنت ولما الصبح كده على الصبح سبعة يام في الأسبوع فكانت فكرة هيلة صباح العالمين أنا نفسي باستناه وبحب أشوفك وبحب أشوفك كل يوم جايبين لنا مين وعملين إيه فيعني بالتوفيق يا رب ده ربنا يخليك يا رب ويحفظك عايز بقى أعرف أن طبعك الشخصي بعيد عن الشغل أنت حد جاي العالمين الجديدة إيه أكتر المشاهد اللي لفتت نظرك بوز أولا لفت نظري قد إيه في وقت قصير المكان ده اتعمر وبقى فيه أولا الأبراج اللي إحنا شايفينها أنا وأنا قاعدة معاك أنا الأبراج في وشي شايفاها يعني ورانا بحر رائع جميل مكان زي ده مكانش ينفع أنه هو يفضل غير مستغل يعني فكرة هو يتعمر ويبقى فيه سكن ويبقى فيه فرص للشغل طبعا ويبقى فيه سياحة ويبقى فيه مهرجانات أو مهرجان العالمين يعني كل سنة في الصيف ويبقى فيه سياح وضيوف وييجوا يشوفوا قد إيه بلدنا جميلة وقد إيه النقطة دي كمان من بلدنا حلوة وخسارة أنها ما كانتش تكون مستغلة طبعا مش قادر أقولك أنا فرحانة ومبهورة قد إيه بالإنجاز اللي اتحقق هنا في وقت قصير جدا جدا أنه الناس تعرف الإنجاز موجود طبعا وطول السنة موجود والشغل موجود والأبراج طبعا بقى لها كزا سنة ولكن المهرجان ساعد ولفت النظر للنقطة الرائعة دي في بلدنا وللإنجاز اللي هو قصة نجاح كبيرة في العالمين